الشهية دي عاملة مشاكل لكل الناس تقريبا يعني عاملة مشاكل للوزنه ناقص وعملة مشاكل للوزنه زايد هو في حاجة يعني نقدر نقول إن الشهية هي الجوح مش كده ولا نقدر نقول إن الشهية هي اللي يعني بينتج عنها الإحساس بالجوح لا هي الشهية هي قابلية الإنسان إنه هو يستوعب قدر أدئي من الأكل سواء أنا عندي شهية يعني ما شاء الله مفتوحة أو شهيتي مقفولة دكتور مش قادر أكل هي قدرتنا على استيعاب معدتنا كم من الأكل الحجم المعدة ده جزء كبير فيه طيب عادينا نتكلم النهاردة باي أستاذ كريم على كذا نقطة مهمة جدا وأنا هبدأ بالأقصر أهمية اللي هي ببان بسيطة وسهلة جدا جدا لكن للأسف ناس كتير بتقع في الفخدة وهي إن عندنا شعور بالعطش وإحنا مش عارفين إن شعور عطش بيجينا في مخنا إن أنا كده جعان عندي شعور الجوع فبعوّد شعور العطش بأن أنا باكل 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 ومش بعش يعني الشعور الأساسي أو الأصلي هو بالعطش مش بجوع وبالظبط كده أوحاك مش حاسس إنك عطشان يعني ناس كتير جدا بتكون جسمها في حالة من الجفاف وعايزة تشرب ميا بيترجم ده في مخها إن أنا جعان فيفضلوا كل محاولات حل الشعور ده إن أنا باكل ما باشبعش باكل يعني ده بيكون للأسف رد على ناس كتير جدا تقول يا دكتور أنا باعد أكل 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 ما باشبعش حضرتك بتكون عطشان ممنتهى البساطة وسهولة بيبقى حاسس إنه عطشان؟ لا فيه لا الشعور أوقات كتير بيكون مغلوط مش دايما بنحس إن أنا عطشان أصلي حقيقة عشان توصل مرحلة العطش اللي هي أنا عطشان بجد بيكون أنت فعلا جسمك في حالة جفاف شديد جدا بالضبط كده فأنت حاسس إن أنا لأ أنا محتاج أشرب مية كسائل أشرب أصواء مية أو أي حاجة تانية لكن في حالة إن أنت مش العطش بتاع السيام بيجي لنا شعور خاطئ بيوصل للمخ إن اللي أنا حاسه ده دلوقتي هو احتياج لأكل مش لمية على ذكر المخ هو مش المفروض إن التحكم في الشهية بيتم من خلال يعني أدوية معينة أو علاجات معينة بتتعامل مع يعني المخ ومع أماكن معينة في المخ مسؤولة عن الشهية طيب دي نقطة مهمة جدا بقى كويس إن إحنا قصرناها النهاردة لإن أي دواء أي دواء سواء أنا جاي ببنوتة صغيرة لدكتور يان في العيادة علشان وزنها قليل جدا فعايزها تزيد فعايزها دواء فاتح شهية أو العكس عايزة أقفل شهية يا دكتورة أنا باكل بلا انقطاع بزداد بالليل قبل ما نام فشوفيلي حلل ده أي حاجة تشتغل على مراكز المخ ضر مية في المية ما ينفعش سواء أزود الوزن أو أقلله إن أنا أشتغل على المخ لإن مجرد ما هشيل المادة الكيميائية اللي في الدواء أو الحاجة اللي أنا باخدها اللي اشتغلت على المخ وغيرت في كيميته الطبيعية لربنا خلقها هيحصل اطراب شديد جدا والشخص اللي كان أنا باخد دواء مثلا عشان أخس دلوقتي بيشتغل على المخ بمجرد ما بطلته هيبتدي جسمك يزيد بسرعة شديدة جدا أكتر من معدلاته الطبيعية لما كنت عايش من غير دواء والعكس غالبا صحيح لو حد بياخد فاتح شهية من خلال دواء بيشتغل على المخ أصلا الدواء ده غرضه الأساسي مثلا علاج الحساسية لكن من ضمن أعراضه الجانبية أنه بيفتح الشهية لا دي حاجة تانية دي حاجة تانية لكن في فرق بين الأدوية اللي هي بتاعت التغذية اللي هي بتشتغل بس علشان تفتح الشهية دي بتشتغل 100% على المخ طب إمتى بقى أنا بقول إن الدواء ده أو المكمل الغذائي خلينا نسميه كده مش دواء لنفوش مواد كيموية إمتى المكمل الغذائي ده أقدر أقول إنه ممتاز سواء عايز أخس أو عايز أدخن لما بيكون طبيعي 100% ما بيشتغلش أبدا 1% على مراكز المخ هو كل شغله على المنطقة الموضعية وهي المعدة والأمعاء طيب إحنا النهاردة هنتكلم عن إيه هنتكلم عن بيستا أو الكورس بقى المتكامل وهو بيستا وقلب مالتي فيد طيب بيستا وقلب مالتي فيد إيه يا دكتور اللي بيفرقهم أو إيمي زيتهم عن اللي احنا بنتكلم عنه هو مجموعة سلاسية من الألياف الشوفان ردة الأمح وقشول السيليم دول هيعملوا إيه هيشتغلوا على المشكلة في مكانها مش هشتغل جنب المخ خالص فبالتالي وانس حضرتك بطلت ووصلت للتارجت بتاعك اللي أنا عايز أخس إحنا بنخس من 8 إلى 12 مبدئيا كيلو في الشهر أكوردينج لأنا راجل ولا 6 طبيعي الجسم يقيم ببيستا فأنا شهرين هخس الرقم ده هكمل بقى شهر 2-3 على حسب الهدف بتاعي أو تارجت إيه وصلنا له مجرد ما بطلته أنا ما بازتش ما بازتش يعني إيه يعني هاكلوا أكل كتير يا دكتور ولغبة الدنيا وش هزيد لا طبعا إحنا طول ما احنا منظمين أكلنا مش هنزيد لكن ممكن تكون بتاكل نفس الأكل اللي انت كنت بتاكله وانت جسمك بيكون ثابت هيفضل زي ما هو لكن لو خدت حاجة بتشتغل على مراكز المخ لا هتزيد رغم أن انت بتاكل نفس الأكل اللي كان بيحافظ على منطقة السبات طب نكمل الكورس بيستا وقلب مالتي فيد احنا مش بس بناخد الأعشاب اللي بتنفش في البطن أو الألياف بقى اللي بتنفش في البطن وبتعمل صورة البالون اللي هي بتخلي استيعاب حضرتك للأكل بيقلي جدا عدد وجباتك بتقل وهي دي بقى النقطة اللي هتقولي يا دكتور طب انت ازاي بتقفلي الشهية ازاي بتقولي للناس أن وجبتك هتقل للنص وازاي بدل ما باكل ثلاث وجبات وبرامرم في النص ما بين الوجبات دي هاكل وجبتين فقط لغير ومش هرامرم ومش هرامرم بالضبط كده فانا قللت عدد الوجبات والكم بتاعها بيننا معدد حضرتك لها قدرة استيعابية معينة وهي الشهية اللي بنتكلم فيها اللي بيأكل كتير بيقدر ما شاء الله يدخل قدرة استيعابية كبيرة انا قفلت له المكان الاوضة دي انا مالتها حاجات فالجزء الفاضي اللي يسمح باستيعاب اكل انا قللته